اشتركوا في القناة في القرن السابع الهجري قصتنا اليوم هي في آخر مراحل جيش التتار قبل أن تنتقل الكفة من الهجوم الذي كان يعتاده التتار إلى أن يقفوا في موقف الدفاع وصلنا إلى أن احتلت تتار بعد العراق ثم مدن الشام سقطت بغداد ثم سقطت حلب وسقطت دمشق وحماء وكل مدن الشام حتى وصلوا إلى فلسطين واحتلوا فلسطين بل وصل الأمر بالنصارى أن يعينوا الأساقفة من عندهم على خلاف ما يرضى به النصارى في كنائسهم كل ذلك حتى يبينوا أنهم هم أصحاب القرار في لغة في لغة فرض القوة والخطوة التالية لكل من يقرأ المشهد في الخطوات التي يقوم بها التتار أنهم سينتقلون بعد العراق ثم دمشق وبلاد الشام سينتقلون بشكل طبيعي إلى مصر وفعلا وصلوا إلى غزة وهنا نجد أن المجرم هولاكو قد كلف قائد جيشه الذي يعتمد عليه أشد الاعتماد كتبغى كلفه بأن يقود جيشا لاحتلال فلسطين والاحتلال المدن التي تعتبر في طريقه إلى مصر حتى وصل إلى غزة وصل الآن إلى حيوت سينة الآن الأمر اختلف الخطوة بكل وضوح هي الذهاب إلى مصر مصر أمر آخر هل ستتيسر الأمور للتتار حتى يحققوا أهدافهم في أهم معاقل الإسلام وأهم معاقل حاضرة الإسلام كنانة الإسلام مصر هل ستتحقق لهم تلك الأهداف نرى تلك الأحداث وذلك الزمان في ذلك الزمان وفي تسلسلها نرى أمر مهم ينبغي أن نقف عنده الأمر الأول واضح جدا أن سياسة التتار التوسع والانتقال من منطقة إلى منطقة لا ينتهون إلى بلد إلا وينتقلون إلى البلد التي بعدهم كان ينظر التتار إلى القوة في البلاد الإسلامية فلم ينظروا فيما يرون بقي إلا ما كان في مصر فكان بنسبة لهم مصر هدف حتى يقضوا على آخر قوة محتملة في البلاد الإسلامية ثم نرى أن مصر في ذلك أو في يعني التاريخ مصر يعتبر موقعها استراتيجي فهي المنطقة ذات الأهمية التي تتوسط العالم القديم خطوط التجارة دائما تبرع عبر مصر كذلك مصر بوابة أفريقيا كل هذه الأمور شجعت التتار على الهجوم على مصر كذلك نرى أن وصول التتار إلى الشام حدث يعني كان متزامنا مع سقوط دولة الموحدين بالمغرب سقوطا كاملا وتفكك الشمال الأفريقي أحداث أجيبة نقرأها حتى نعرف ونتعرف فاصل يسير ونواصل بتسير القدر حياكم الله أخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع تلك الأهداف والأسباب التي شجعت التتار على أن يحتلوا مصر أو أن يذهبوا ليحتلوا هذا البلد الذي يعتبر عمقا سراتيجيا في العالم القديم وفي العالم الإسلامي كذلك هناك كثافة سكانية كبيرة في مصر و يعني كان سكانه يبلغون أضعاف سكان المناطق الإسلامية الأخرى كذلك هناك أمر مهم جدا رأوه رأى التتار وإعداء الإسلام رأوه في مصر رأوا في مصر الحمية والصحوة الإسلامية عند أهل مصر كانت عالية عندهم حمية للدفاع عن الدين ما لا يكون عند غيرهم بمثل ما هو عندهم وكان يخشى التتار أنه لو تولى أحد الصالحين الأقوياء قيادة تلك البلد شديد الحمية كثير العدد المحب للإسلام المدافع عن قيمه وعن حرمات الدين فإن المعادلة ستتغير إذن كانت تتار ينظرون إلى مصر أنها هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تقاومهم أو أن تجابه القوة التي بلغت أقصى العالم بسمعتها وقدرتها على إسقاط المدن كل والمدن لهذه الأسباب التي ذكرناها كانت تتار يعدون العدة للانتقال من فلسطين إلى مصر انظروا للتسلسل من العراق إلى الشام ثم فلسطين استعدادا لمصر وكما ذكرنا أن ما بعد مصر من دولة الشمال الأفريقي دولة الموحدين قد سقطت سقوطا يعني ذريعا وتفكك الشمال الأفريقي ولم يبقى إلا كقوة المسلمين إلا في هذا البلد في ذلك الزمان الذي كان يعتبر من أقوى الشدائد التي مرت المسلمين في تاريخهم القرن السابع الهجري ثم بعد ذلك كانت مصر في ذلك الوقت ومهم جدا أن نتعرف على أحوال مصر الآن التتار كانوا قريبين من مصر مصر في تلك الأحداث ما الذي كان فيها كيف كانت الحالة الاقتصادية كيف كانت الحالة السياسية كيف كانت إدارة شؤون الدولة ما هو دور العلماء في ذلك الزمان ما هي التطورات التي بلغت ذروتها في أحداث مصر والشأن العام والحياة اليومية في مصر سنرى اسما لامعا في مصر بعد أحداث مرت ذكرنا في حلقات سابقة فيما يتعلق بموت الأمراء والملوك الأيوبين ثم الانتقال إلى دولة المماليك وكيف كان الموقف العظيم الذي لم يذكر في التاريخ مثل ذلك الموقف ولم يذكر في التاريخ بعد الهزاء التي مني بها المسلمون لم يذكر في التاريخ انتصارا قويا بعد هزيمة شديدة كما حدثت على يد رجل بطل اسمه قطز من هو قطز وما هي قصته نعرف هذا في حلقة قادمة إلى ذلك والحين سأدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته